قواتك تستطيع أن تتنقل بسهولة شديدة جدا تحت القناة من وإلى وده الشيء في منتهى الأهمية لمن يدرك يعنيه أمن قومي النقطة الجوهرية الأهم كمان إضافة لده وهي أنك بتربط للأبد إلى بين الوادي وسيناء قناة السويس وحفرها كان شيء عظيم جدا بس لها عرض جانبي أن هي عملت فصل طبيعي حاجز طبيعي حاجز مائي ما بين الوادي والدلتة من جهة وما بين سيناء من جهة أخرى الأنفاق دي لغت هذا الفصل تماما وبيقي سهل جدا أن أنت تقدر تعبر في خمس أنفاق دلوقتي كبار اتنين في اسماعيلية اتنين في السويس واحد القديم اللي موجود بتاع أحمد حمدي قرب السويس وعنده خمس كباري عائمة نتمنى طبعا من السلطات المختصة أن يبقى فيه تسريع بيبقى فيه محتاجة طبعا أنك أنت عشان تعدي أو تروح وتيجي يبقى فيه تفتيش دقيق وده شيء مهم جدا طبعا ده كان بيعطل برضو الناس كان بيعطل أيام المعديات لما أنت بتعدي ودلوقتي أنت مفروض تفتش الناس طب هنا تروح التفتيش أستاذ أمد ممكن تكون إزاي يعني احنا بنقول دلوقتي عندي طريق ممهد حين إني بسرعة جدا عمليات التفتيش ممكن تطول ولا فيه أنظمة مستحدثة ممكن تكون بتوفر وقت برضي أنت دلوقتي خارج الأنفاق أنا كان لي الشرف أن أنا رحت زورت الأنفاق مرتين ثلاثة وفي ساقعة الافتتاح بتاع الأسماعيلية كنت موجود خارج منطقة الأنفاق قبل أن تدخل الأنفاق فيه منطقة الانتظار ومنطقة التفتيش السيارة بتدخل خط بالك بتخضع لإجراءات التفتيش الأساسية ثم تعبول طبعا كلما كانت هناك يعني يسهل بالعمالة الزيادة بالحسم أنك أنت تعجل بي مسألة التفتيش وبالتالي تقلل تماما فكرة الانتظار بتاعت الناس عشان تعدي وكمان بالنسبة للسلع والبضاعة لكن إن شاء الله لما بتنتظم انتظام كامل فكرة العبور أنت بتبقى حلية حل حقيقي مشكلة استراتيجية قديمة وطويلة جدا وهي الربط الكامل والنهائي بين الوادي والدلتة وعدم وجود أي عوائق وده جزء مهم جدا لأنه بيؤثر فيه عامل نفسية وحاجات كتيرة قوي قوي شكرا للمشاهدة